أولا نأسف لهذه الأخبار التي تأتي تباعا عن استمرار جرائم النظام بحق المعتقلين والمغيبين قصرا طبعا هو ليس بالجديد على هذا النظام وهذه العصابة الحاكمة للأسف ما زالت سياسة النظام اتجاه المواطنين اتجاه العائدين من اللاجئين اتجاه المعارضين له نفس السياسة التي انتهجها منذ خمسين وستين سنة منذ خمسة وستة عقود ما زال هذا النظام ينتهج نفس السياسة المقصد من هذا الأمر غالبا هو بداية ترهيب المواطنين وفرض نفسه كقوة أمر واقع على هؤلاء المواطنين ويعني الإشارة بأن أي حالة غير مرغوب بها لدى النظام أو أي موقف معارض لهذا النظام سيكون مصيره الموت في سجون النظام نعم سيد حسن ولكن اليوم هناك تطورات في الملف السوري وإعادة دمشق إلى الحضن العربي كما يقال وهناك لجان التنسيق التي اتفقوا على خطوة مقابل خطوة وأن تغير الحكومة السورية من سياستها داخليا وحتى على الحدود وخارجيا استمرار هذا ماذا يعني بعد كل هذه التطورات التي حصلت في الملف السوري ماذا يعني ذلك ما هي الرسالة التي تريد دمشق إيصالها للمحيط العربي وحتى للعالم أجمع والله أظن أن هذه الرسالة بداية إلى المواطنين السوريين إلى من يخضعون لحكم هذه العصابة وليس للدول الدول تحكمها المصالح تحكمها العلاقات العامة والعلاقات المصلحية في طبيعة الحال يعني لن نرى أنه من الدول العربية حرص شديد على سلامة المواطن السوري كان الموقف دائما وأبدا هو من الاتحاد الأوروبي والدول العالم متحضرة والدول الغربية والأمم المتحدة بشكل عام يعني هذا يعني لم يسجل موقف لدولة عربية رفضت أو ترفض أو تدين هذه الانتهاكات بحق المواطن السوري إن كان من لازئين العاديين أو من المواطنين كما قلت يعني القابعين تحت سلطة هذا النظام نعم بمعنى كتيت بلا ذكر يعني المجتمع الدولي والدول الغربية التي فرضت عقوبات على الحكومة السورية والتي يعني بصراحة لم تؤثر على الحكومة بقدر ما أثرت على الشعب السورية أغلبها عقوبات اقتصادية اليوم متى من الممكن أن نشهد بالفعل محاسبة صريحة واضحة على هذه الانتهاكات أم أن هذا محضو خيال يعني لن تحاسب الحكومة السورية على هذه الانتهاكات بالطبع يعني العدالة يجب أن تأخذ مجراها آجلا وآجلا ولو طال الأمر قليلا لكن حقيقة الأمر بوجهة نظري خلينا نقول أن المعارضة هي السبب الأول لثاني وكبح جماع العالم متحضر عن محاسبة هذا النظام بمعنى أن المعارضة لم تفرض البديل الملائم والبديل المناسب والبديل الإنساني يعني على الأراضي السورية لكي يكون لدى العالم المتحضر حجة أمام شعوبه أمام الرأي العام الذي يسود المجتمع الغربي بأن هذا النظام آن أوان إزالته وآن أوان محاكمته ومحاسبته ليس فقط على تهم التعذيب أو على جرام التعذيب التي انتهجها بحق المعارضين بل هناك العديد من الجرام التي اقترفها النظام ولم تحاسبه الدول الغربية الأمر لا يتعلق بسياسات الدول الغربية الأمر يتعلق بالبديل المناسب الذي سيحل محل النظام السوري البديل الذي يفضلون دائما أن تكون المحاسبة بأيدي سوريين يعني من ضمن السوريين كيف ستحاسب معارضة يعني أسف على القول لكن هذه المعارضة أيضا تكبت جرائم وهي تنفي وترفض مبدأ العدالة الانتقالية لأنها تعرف نفسها ستحاسب على العديد من الجرائم أيضا التي اقترفتها المعارضة بحق سوريين إذن الموضوع متبادل بين النظام والمعارضة المعارضة فقط تشوح وتلوح بالأولاق بهذه القضايا للضغط على النظام لا أكثر نعم كنت معي من العاصمة الأردنية عمان سيد حسن البكفاني لاشد سياسي أشكرك جزيلا الشكر على كل ما تفضلت به شكرا